الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيش ساجد والله عز وجل يقول كلا لا تطعه واسجد واقترب الإنسان إذا سجد لله عز وجل ترى هو يقترب من الله والله يا أخوان أبو تميم مولي يقول طول في السجود الله عز وجل يقول واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل هذا أحسن وقت ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا هذا الحل نحن دائما نجي نلقي محاضرة ونمشي اليوم بنعطيك حل تعال متخرج من الثنم وما حصلت وظيفة الحل موجود السجود ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا مهموم مهموم هذا الحل ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا عندك ذنوب سجود ما تسجد لله سجدة إلا يرفعك الله درجة درجة فين فين في الجنة تعرف اش معنى درجة في الجنة يعني بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء والأرض تحصل على الدرجة بإيش بسجدة فيك ضيق يجيك ضيق سؤال تيجيك ضيقة تيجيك نفسية تضايق كده بعض الحال تحس نفسك طفشان زهقان مضايق والله الحل في السجود ولقد نعلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك يضيق صدرك هذا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف بغيري ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون على جضيك هذا فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يوم يكشف عن ساق يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا وقد كانوا وقد كانوا متى في الدنيا وقد كانوا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلا وقد كانوا وقد كانوا يدعون إلى السجود وقد كانوا وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون كان يسمع حي على الصلاة حي على الصلاة وقد كانوا وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وقد كانوا يدعون إلى السجود والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما يا أخوان الله يقول يبيتون يعني من المبيت يعني أصبح مبيت سجود الله أكبر والذين يبيتون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الله عز وجل أيضا يقول أمن هو قانت أنا الليل في الليل في الليل يا أخي دقيقة بالله قبل ما تكمل هذا يا أخي تعال حبيبي تعال لما تدخل بيتكم تخش غرفة كذا لا تعصي الله مو بس نتعص يا الله وتتوضى وتركع وتسجد ما حد يشوفك ترى أمك ما تدري عنك أبوك راقد ما يدري أخوانك ما يدرون أصحابك ما يدرون أنت تقاعد تسوي يا أخي استشعر وأنت ساجد الله يراك ويشوف تقلبك وأنت قاعد تتقلب بين السجود وإيج والركوع والله شرف جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام جال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه اللي تحبه من الناس ترى حيجي يوم من الأيام وتفارقه وتخرج من الدنيا وأعمل ما شئت فإنك مجزي به سو العمل اللي تسوي في الدنيا الله بحاسبك عليه وأعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه باستغنائه عنه